والأختي تسأل كيف تعرف نعمة الله عليها فتح وخير أم استدراج إذا ربنا عز وجل يعني ينعم علينا بالنعم الكثيرة إذا كان الإنسان يتنقل من طاعة إلى طاعة فليعلم أن هذا من فضل الله عليه وإذا كان نعم الله تطرى وهو ينتقل من معصية إلى معصية فهذا استدراج ونسأل التواب أن يتوب علي وعليكم اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها وأجل نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسلام وأعظم نعمة على أهل الإسلام نعمة التوحيد وأعظم نعمة على أهل التوحيد السنة فالله يرزقنا التوحيد الصافي ويجعلنا وإياكم من أهل السنة أعتقادا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا ترجمة نانسي قنقر